المستشار الألماني أولف شولز نتابع جولتك لإفريقية الأولى منذ توليك منصيبك لقد بدأت بالسينيغال ثم النيجر نحن الآن هنا في جنوب إفريقيا المستشارة السابقة توميركي ركزت على إفريقيا لأهميتها لأوروبا ما هو شعورك عند الوصول إلى هناك مستشار ألماني؟ إفريقيا هي القارة المجاورة لأوروبا ولذا من المهم أن نعمل بشكل مكثف لإقامة علاقات جيدة جداً مع جميع الدول في إفريقيا ومن المهم أيضاً أن نطور علاقاتنا مع جميع الدول الديمقراطية في العالم الديمقراطية وحكم القانون إنها مسألة تهمنا وليست مجرد شيء مرتبط بما يسمى بالدول الغربية من المهم أيضاً أن ننظر إلى جميع البلدان في العالم إذن جنوب إفريقيا دولة ديمقراطية السينغال، النيتشر ولهذا السبب قمت بزيارتهم ولهذا أعتقد أنه من المهم أن نواصل العمل معاً العالم له مستقبل جيد إذا تعاوننا إذا فهمنا أنه سيكون هناك الكثير من الدول المهمة في المستقبل وفي الخمسينيات من هذا القرن وعلينا الآن أن نستفيد من هذا التعاون وأن نتمكن من إنشاء عالم متعدد الأطرف الصراع في أوكرانيا يلقي بظلاله أيضاً هنا أوروبا مشغولة للغاية بوضعها الآن هناك حرب في أوروبا وفي الوقت نفسه هناك العديد من البلدان لا سيما تلك التي قمت بزيارتها تأثرت بهذه الحرب من خلال أزمة جوع وشيكة ونقص في الوقود ونقص في الأسميتة أيضاً ما هي المسؤولية التي تتحملها ألمانيا لإنقاذ البلدان التي لا علاقة لها بهذا الصراع؟ أولاً غزت روسيا أوكرانيا وبدأت حرباً وحشية ضد دولة مجاولة ولذا من المهم أن نلتزم معاً لمنح أوكرانيا الفرصة للدفاع عن نفسها وسلامتها وسيادتها هذا مهم أيضاً للسلام في العالم يجب أن نتفق على أنه لا ينبغي أبداً أن تكون هناك محاولة لتغيير الحدود بالقوة وهذا ما تحاول روسيا فعله ولهذا لا يمكننا قبول ذلك وهذا هو السبب في أن العديد من الدول تدعم أوكرانيا بالمال والأسلحة أيضاً وقد طورنا نظام عقوبات ضد روسيا لإقناع القيادة الروسية بضرورة الابتعاد عن الحرب وبضرورة بدء مفاوضات مع أوكرانيا وسحب قواتهم من أراضي أوكرانيا حيث غزوي البلاد من ناحية أخرى من الواضح أن الكثير من الدول تعاني من هذه الحرب ومن العدوان الروسي ولهذا السبب قررنا أن نساعد البلدان التي تعاني هذا هو السبب في أننا بدأنا التعاون في مكافحة جميع عواقب عدم توفر ما يكفي من الغذاء ودعم البلدان التي تواجه صعوبات اقتصادية خاصة بها ولهذا السبب نتحدث أيضاً عن كيفية العمل معاً خلال هذه الأزمة الصعبة لكن أفضل ما يجب فعله هو إنهاء الحرب وإذا أوقفت روسيا عدوانها وكانت مستعدة للسلام فسيكون هذا هو الأفضل للعالم بأسره أي نوع من المساعدة يمكن أن تتوقع دول كالسودان أو الصومال أو النيجر؟ نحن نعمل على دعم برنامج الأغذية العالمي وبدأنا معاً مبادرة لمواجهة أوجه النقص في الغذاء التي تنشأ الآن وسنعمل مع الدول على الصعيد العالمي جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة هذا ما نحاول إقناع جميع البلدان الأخرى التي لديها الوسائل للقيام به لكي تنضم إلينا ترجمة نانسي قنع